اشتركوا في القناة ورحت النادي الاهلي وفقدت بعض الصور جوه النادي الاهلي مع كابتر محمود الخطيب ونجوم النادي الاهلي كمان اجتمعت لجنة رواد في النادي الاهلي النهاردة بفرعة مدينة نصر برئاسة فؤاد اسماعيل عشان يناقشوا ليحة النظام الاساسي واللي ترحى مجلس ادارة النادي الاهلي مؤخرا وهتقدم الورشة تقرير مفصل لجنة المركزية للليحة من نظام الاساسي برئاسة كابتر محمود الخطيب عشان يستفيدوا باللي حصل النهاردة من مناقشات وحوارات اكيدا تعود ان شاء الله بالنفع على النادي واعضا كمان وجه كابتر محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي دعوة لرؤساء واعضاء مجالس ادارة النادي الاهلي فابقين المشاركة في مشروع لايحة النظام الاساسي وابداء اراءهم والاستفادة من خبراتهم فيما ياخد مصلحة النادي الاهلي وتلقي طبعا كل المقدرحات بشأن تعديل او اضافة او حسب بعض البنود الموجودة اللي هيخرج بها المشروع ان شاء الله ويتم التصويت عليه يوم 28 سبتمبر